بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت 5 ريشيو اوف مومنتز اد تو كولم انز بنتكلم على نسبة المومنتز اللي ممكن تبقى موجودة على نهايات العمود الاول تعالى نعرف النهايات اللي ممكن تبقى موجودة عندنا ايه في حالة الابر كونديشن او اللوور كونديشن بنقول ان احنا عندنا ممكن تبقى الحالة فيكسد او بارشالي فيكسد ده في الناحية اللي فوق او هنجد او فري طيب في الناحية السفلية من العمود اللوور كونديشن بنقول ان احنا ممكن يبقى عندنا حالة فيكسد او بارشالي فيكسد او هنجد طبعا فيه هنا ده الكولم اللي عندي ده الديفينيشن بتاع الارتفاع اللي هو اتش زيرو اللي بنسميه الكلير خايت منقول ان الاندا بتساوي K في H0 على B في كيس 1 اللي هي الانبريست كولم الاندا بتبع اكبر من عشرة واقل من تلاتة وعشري طب في كيس 2 في حالة الابريست كولم الاندا اكبر من خمستاشر واقل من تلاتين الكنديشن في الكيس بتاعتنا ان العمود من فوق ومن تحت يبقى في الكيس اللي هي بتاعت الانبريست كولم H0 بتساوي لاندا اللي هي من عشرة لتلاتة وعشرين في B على واحد وستة من عشرة اللي هي البي كيس 2 كولم الكي بتساوي تسعة من عشرة يبقى اذا ال H0 بتساوي لاندا في B على تسعة من عشرة ده الكنديشن بتاع الكيس اللي احنا شغالين عليها حيث العمود من اعلى فكسد ومن اسفل هو هنجد عايزين نعرف النسبة اللي هي M1 على M2 اللي هي Ratio of Moments Add to Column Ens نشتغل على M2 اكبر من M1 طب احنا عندنا حالتين الحالتين دول هما لما يبقى فيه Singular curvature يعني curvature في جهة واحدة او double curvature زي ما احنا شايفين فيه curvature من الجهة دي وفيه curvature من الجهة دي يبقى ده اسمه double curvature في الحالة ديت يبقى M1 على M2 اكبر من 0 الحالة التانية لها double curvature يبقى M1 على M2 اقل من 0 بنكمل في النسبة اللي هي M1 على M2 بنقول M1 على M2 بتساوي نص لما يبقى K بتساوي واحد ده في حالة non sway frames يبقى لما K بتساوي واحد يبقى M1 على M2 بتساوي نص طب M1 على M2 بتساوي نص لما K بتساوي واحد ده في حالة conservative non sway frames M1 على M2 اكبر من او يساوي نص في حالة non sway frames في حالة K L U على R بتبقى من 22 الى 40 موسيقى